بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأمام والأرض وضعها للأمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض يسأله من في السماوات والأرض كل يوم ربكما تكذبان كل يوم ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفره لكم أيها استقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شطت السماء فكانت وردة كالدهان فإذا شطت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٍ فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٍ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق متكئين على فرش بطائنها من استبرق وقبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونه ما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناننا الضاختان فيهما عيناننا الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 فبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله